النسخة 3 جيجا رام الموبايل ده ممتاز حرفيا ومواصفاته ممتازة ومواصفاته اكتر من سعره بكتير بحيث ان الموبايل كاميراته ممتازة الاول مرة من شاومي وان التصميم متين تقريبا ده احسن تصميم في كل الموبايلات اللي انتكلم عنها النهاردة كمان اداءه ممتاز مع سناب درجون 636 وقدرين وخمسمة وتسعة و3 جيجا رام وبصراحة مش هتحيث بان الرام اليه المعاك بالعكس عشان الاداء تقريبا هيبقى اداء طلق كمان البطارية بتاعت الموبايل ممتازة بحيث انها بحجم 4000 ميلي امبير وبتشحن بسرعة يعني الفون هيقعد معاك تقريبا بتاع سبق او 8 ساعات سكرين انتايم وفي الاخر تشحن البطارية اللي بحجم 4000 ميلي امبير وتشحنها بتاع ساعتين وروبع ساعتين ونص سعر الموبايل وهو الحاجة اللي تخليك تجيب الموبايل وانت مغمد او من غير ما تفكر اصلا وهو 3600 جنيه حاجة كده زي ما شاومي معودانا ان هي بتعليم على باقي الشركات في سعر الموبايلات بتاعتها تاني موبايل معانا هو الهونر ناين لايت ده ممكن يعتبره متن لايت بس بسعر يقل شوية تصميم الموبايل جاي من الازاز اللامع اللي بيديك شكل خرافي وده اصلا اجمل موبايل في الفئة دي وكمان الموبايل جاي باربع كاميرات اتنين في الضهر وحدة جاي بحجم 13 ميجا بيكسل والتانية جاي بحجم 2 ميجا بيكسل والصور هنا بتطلع ممتازة على فئة زي دي وفي تشابه رهيب بين الكاميرا هنا وكاميرا نوت 5 اللي اتكلمنا عنها في الاول كمان الموبايل جاي مع كرين 659 اللي هواوي مصر عليه ونزلته برضو في البيت وينتي لايت بتاعها بس هو على سعر الموبايل في الاداء ممتاز الحقيقة سعر الموبايل برضو حوالي 3600 جنيه تالت موبايل معانا هو شاومي ريدمي اس 2 على حسن مسمية الموبايل تصميمه من البلاستيك مش المعدن ودي حاجة نادرة لما مشوفها من شاومي بس على شكل الموبايل فشكله ممتاز الحقيقة ويدر يعالجه مشكلة الكاميرا عشان شكلها في النوت 5 ما كانش كويس بسبب الكيرفات اللي كانت في الجوان الموبايل جاي مع سناب 625 و 3 جيجا رام وبالنسبة للسعر فده برضو اداء ممتاز جدا ومش يأثر معاك إلا لو انت تحنت الموبايل للسخدام يعني الموبايل جاي مع كاميرا أمامها 16 ميجا بيكسل وكاميرتين في الظهر 11 ميجا بيكسل 11 ميجا بيكسل وكل الكاميرات مزاوضة بالذكاء الاصطناعي يعني الكاميرا اللي قدام مزاوضة بالذكاء الاصطناعي وكاميرتين اللي ورا برضو مزاوضين بالذكاء الاصطناعي ببطارية الموبايل جاي بحجم 3080 ميلا أمبير بسعر الموبايل حوالي 3000 جنيه من وجهة نظري دول افضل 3 موبايلات الفادي لو انت حابب تشتري حاجة تحت 4000 جنيه وكلهم ممتازين الحقيقة من رأي الشخصي انا بقى لو انا هشتري فافضل موبايل هيقضي اهتياجاتي هو ريدمي نوت 5 لان بصراحة كل حاجة فالموبايل ده ممتازة وكمان هو من افضل موبايلات لحد 6000 جنيه كمان فالنوت 5 هو الاختيار الامثل بالنسبة للحقيقة ده كان فيديو افضل موبايلات تشتريها تحت 4000 جنيه لسنة 2018 نص الاول كان فيه موبايل بس انا ما ويتوش في القيمة وهو الهواوي واي 9 برايم 2018 لو حابب تشتريه يعني لكن انا من وجهة نظر النوت 5 هيقضيكم معك كل الحاجات اللي انت عاوزها من موبايل تحت 4000 جنيه لو اجابكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة وكالعادة اشوفكم الفيديو اللي جاي سلام اشتركوا في القناة